إن الإنسان أهم مصدر من مصادر السعادة بالنسبة له الغاية الهدف لما يكون عنده غاية وهدف بيعيش لي وبيعيش بي الاتنين بيعيش لي وبيعيش بي وعشان كده النهاردة عن نتكلم عن مقاصد الزواج من رؤية جديدة شوي تعالوا نتكلم مع بعض عن مقاصد الزواج يعني بنجاوب على سؤال إحنا ليه بنتجوز؟ إحنا ليه بنتجوز لازم تكون ليه علاقة إحنا ليه عايشين لإنه إذا ما كانش فيه علاقة ما بين إحنا ليه بنتجوز لإن الزواج ده أطول مدة في حياتنا بإحنا ليه عايشين بيحصل ربك كثير من الأزواج كثير من الناس اللي رحين يتجوزوا عايزين حد يرفعهم إيمانيا كنت بحل مشكلة مبارح كان الزوج بيقول أنا تجوزتها عشان تساعدني إنها ترفعني إيمانيا وإيه تاني والزوجة بتقول إيه ده؟ أنا كنت أخدها عشان هو متدين وهيحافظ على ديني ويسبتني على الديني إذن في بعض الناس عايزين كده في بعض الناس عايزين يحسوا إن حياتهم بتتسع وبتتطور وبتتقدم وفي ناس عايزين يحسوا إن أخلاقهم تطورت بعد ما كان عندهم نوع من أنواع الرعونة لا ده نضجوا بس صيد في الأهداف دي اللي هي في الغالب أغلب المتجوزين ده عايزين يتجوزوا بيكون دي أهدافهم قلت حاجة عجيبة قوي الناس دول عايشين على الفطرة ليه؟ لإن إحنا في الحلقات بتاعتنا اتكلمنا وجاوبنا على سؤال إحنا ليه عايشين فقلنا إن إحنا عايشين عشان تلات حاجات أو إيه مقصد الله من خلقنا تلات حاجات العبادة والعمران والتسكيه وقلنا إن العبادة علاقة بربنا والعمران علاقة بالحياة والتسكيه علاقة بنفسي وعشان كده تعالوا بقى نبتدي إن نعمل مقاصد للزواج جاية من هذا السياق بس خلي بالك الحاجات دي لازم تنزل على الأرض فالمقاصد التلاتة دي عشان تنزل على الأرض بتنزل بخمس مجالات المجال الأولاني هو النفس يعني الحياة والجسد المجال التاني هو العقل الفكر فلازم يبقى في الجواز كمان في مراعاة البعد الفكري الدين يعني الأحكام مهم إن إحنا نرعي جزء الأحكام العرض يعني الكرامة ويعني السمعة وكمان المال لازم نتعامل مع الموارد قال لي إيه ده ده دولة شبه المقاصد الخمسة للشريعة قال له آه يبقى إحنا هناخد التلات مقاصد دولة وننزلهم على الخمس مقاصد دولة تعالي نشوف يعني إزاي يبقى عندنا الجواز بيحقق لنا مقصد العبادة تعالي نشوف مقصد العبادة كده مع حفظ النفس حفظ النفس حفظ النفس من نفسية الجواز لازم يخلي الإنسان ما يتتسولش تسول عاطفي ولا يحصل له علاقات سمة إيه ده؟ يعني الجواز بيحقق العبودية لله بإن حد ما يتصورش إن فيه حد يملكه أو يتملكه لكن خلينا نقول إن الجواز هيتبني إن العبد إن العبد لا يملك قلبه إلا مولاه فما يبقاش في الجواز فيه تسول عاطفي أنا رايح أتجوز عشان ما تسولش عاطفيا ربنا قال وَجَعَلَ أَبَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ربنا عيوفّار لي ما يجعلني لا أتسول عاطفيا الله يعني أنا داخل الجواز وحافظ على نفسيتي فيبقى دي مقصد المقصد الأولاني هرتاح بقى مين أحبه ومين محبوش عندي شريك حياتي جاهز إن أنا أكون نفسيتي رقية معاه يبقى أول حاجة يبقى نفسيتي عتكون نفسية العبد اللي عايش في نعمة مولاه طب والحاجة التانية حفظي حفظي إيه؟ حفظ العقل حفظ العقل يعني إيه؟ يبقى عندي مقصد إن أنا عايش وفكر بنعمة ربنا وأعايش وفكر بإني الله سبحانه وتعالى بدعمني وإني رزقي موجود فأنا وبفكر ما فكرش تفكير أسود لا ده أنا عندي زوج عندي سند ربنا من ضمن كل الناس دي ربنا خلقوا عشان ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه إيه ده؟ يعني من ضمن كل المخلوقات ربنا كان رزقني بدها فعقلي وأنا بفكر طول الوقت بفكر بإن أنا عبد لله وأعيش بدها يبقى عندي إيه تاني؟ عندي مقصد إن أنا أحس بنعمة الله إن هو من كل المخلوقات جاب لي هذا العبد دي كي يساعدني أما مقصد بقى إزاي يبقى عبد وأحقق مقصد حفظ الدين؟ العفة والأحكام الشرعية اللي كلها جاية في الجواز عشان تساعدني على إن أنا أكون عفيف ومش بس أكون عفيف كمان أكون ماشي في مراد الله طول الوقت وفي مقصد حفظ العرض؟ لا ده أنا كمان أنا ممكن أبقى عبدي كمان وأنا بأتجوز ويبقى مقصدي إن أنا أحفظ عرضي وأحفظ عرضي أهل بيتي وأحفظ صمعة البيت ده فيبقى عندي مسئولية إنسانية واجتماعية عن حد تاني يا سلام على الجمال ده ده كده الجواز بيخلي المسئولية ممتعة المسئولية لطيفة المسئولية تجلب علي عاطفة جميدة طب كمان آخر حاجة مقصد حفظ المال يبقى إزاي بقى عبد إن أنا لا أسرف وأكون دايما شخص دقيق وأحس بنعمة المال إن أنا أضع المال في مكانه فأحس إن أنا بأضع المال في الصدقة في فمي زوجتي ولا في تعديم أولادي يا سلام أنا حاسة بالكلام اللي أنت بتقوله ده بس أنا حاسة إن أنا أول مرة أسمع الكلام ده أيوة إحنا كررنا كلام كتير والناس عاشت بعيدة عن إن إحنا نعمل لماذج جديدة إحنا بنعمل نموذج جديد وأنا مش ممكن النهاردة ما أقدرش أخلص الخمس مقاصد نكملها في المرة اللي جاية بس الناس تبتدت فكر بالله وبأنوار الله وبمدد الله عشان نقدر نوصل لحياة مليئة بالجمال وبالخير والرحمة ترجمة نانسي قنقر